ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وقال موقع رين نيوز أنه بالرغم من استنفار أجهزة الأمن لمختلف قوتها بما فيها طائرة الهليكوبتر إلا أن تحديد مكان الضحيتين لم يتم إلا بعد مرور حوالي 36 ساعة عن توصلها بمكالمة الضحية ليتم العطور عنهما جتتين هامدتين بأحد حقول الدراب بلدة سان جوليانو ميلانيزي هذا ولتزال السلطات الأمنية تباشر التحقيق في وفاة الضحيتين وتواصل تحريات للوصول إلى صاحب المركبة المتسببة في الحادثة فيما تم نقل جتتين الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالمدينة نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب